مهم جدا أن هناك بعض الناس تعاني من بعض الأعراض بالرغم أنه سلبي لفيروس HIV يمكن أن المريض يشتكي ويقول أنه لديه نقصان في الوزن أو غدد لنفاوية في الرقبة أو بياض على اللسان وفطريات أو قرحة في الفم أو يحدث له نوع من العرق كثيف في الليل كل هذه الأعراض ممكن أن تكون نتيجة أمراض جنسية أخرى عند هذا الشخص وليس بالضرورة أنه يكون عنده HIV لأنه طالما أنك عدت فترة النافذة وعملت التحليل فأنت سلبي قطعيا يبقى أنك لازم تراجع الطبيب المختص لكي يعرف لماذا عندك غدد لنفاوية أو لماذا عندك قرحة في الفم لأنه ممكن أن يفصل انتقال أي نوع من أنواع الفيروسات أو البكتيريا عن طريق العلاقة الجنسية